عايش سألك على محمد عبد المنعم ده الواحد متداي منه جدا صراح انا حاسس انه هو وصل لمرحلة انه يبقى ايه متعالي عالكورة متعالي عالناس كلها دي نقطة النقطة التانية هو ممكن يكون مركز في الاحتراف عايز يسافر عايز يروح للسعودية عايز يروح قطر عايز هو عايز يمشي من نادي الاهلي فممكن يكون السبب وحتى في البطولة الافراكية ما كانش مركز خالص حتى في قراراته يعني النهاردة الجنل اللي دخل منه اللي كانت تبقى بلانتي ديت قالش قالش وحش قوي مش ده مدافع منتخب مصر احسن مدافع الناس بتقولوا عليه احسن مدافع في مصر لأ حاجة كتيرة قوي قوي لازم بيراجع نفسه طيب اقولك الحاجة مهم جدا جدا لعيب الكورة يبقى عنده استمرارية في اداءه محمد عبد المنعم زي ما بيقول حسن وصل لمرحلة انه هو بدأ يفكر نفسه في الكورة عشان بس الناس تفهم اننا اله المكان في الكورة مفيش كده هتغلط ولازم لازم الكورة الكورة دي مدورة بلغاتنا احنا مدورة وجلدة هتتعالي عليها هتديك على دماغك فاخد بالك عشان لو تعاليت عليها بجد هتجيبك الارض فلازم تركز لها قوي قوي ولازم تشتغل على نفسك قوي الكلام ده انا بقوله لكل عيبة مصر لان احنا مرنا بالظروف دي كلها لازم تتطل الكورة كريم لما تتطل الكورة وخلي بالك ده محظوظ محظوظ عشان ما فيش سردباكات في مصر عايف لو فيه سردباكات في مصر كان قاعد محظوظ عشان ما فيش سردباكات في مصر